منع التشكيلات الانتقالي الجنوبي المدعومة من الامارات اليوم عقد اجتماع حكومي في القصر الرئاسي بالعاصمة المؤقتة عدن وقالت مصادر حكومية ان قوات الحزام الامنية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا اغلقت قصر المعاشيق الرئاسي ومنعت عقد اجتماع كان مقررا لعدد من المسؤولين برئاسة نائب رئيس الحكومة سالم الخنبشي واشارت المصادر الان قوات الحزام الامنية رفضت السماح لوزير التربية والتعليم ونواب ووكلاء عدد من الوزارات بالدخول الى القصر الرئاسي اجبرتهم على العودة من حيث اتوا